وطلبات المرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنشرح جهاز التنفسي شرحنا الجهاز الهضمي قبل كده بتدريباته ان شاء الله النهاردة نشوف جهاز التنفسي الاول بتكون من الانف والبلعوم احنا قلنا البلعوم يا حبيبي مجرى ومشترك بين الجهاز الهضمي وجهاز التنفسي بقى الانف البلعوم عندنا طبعا القصب الهوائية والحنجرة والشعبتان الهوائيتان كصيبات الهوائية الرئة اليسرى والرئة اليمنى والحويصلات الهوائية لسان المزمر ده هنشوف فايدته ايه وهنشوف فايدة كل حاجة من دول ايه نبدأ حبيبي بالانف ولازم نعرف ان الانف هو احد اعضاء او اول اعضاء جهاز تنفسي ومن خلاله بيدخل الهواء لجسم الانسان لازم نعرف تلت حاجات ان الانف بيبطن من الداخل بطبقة مخاطية وشعر ليه لحجز الاتربة والميكروبات من الهواء قبل دخوله رئتين بيبطن من الداخل تاني وبنقول بطبقة مخاطية وشعر طبقة مخاطية ديت اللي هي بتعمل على ترطيب الهواء بتعمل على ترطيب الهواء عندنا كمان فيه الشعيرات دموية ودي بتعمل على تدفئة الهواء وبيفضل التنفس من الانف وليس من الفام دي بتيجي كتير جدا في الامتحان هتقوله لان الانف به شعيرات دموية به شعر وبه مخاط لازم تعرف كمان ان الشعيرات الدموية لتدفئة الهواء اما المخاط لترطيب الهواء والشعر لحجز الاتربة يبقى التنفس الصحيح من الانف وليس من الفام تاني حاجة لهي البلعوم وان البلعوم قبل كده هو مجرى مشترك بين الجهاز الهضم والجهاز الانفوسي ووظيفة البلعوم في الجهاز الانفوسي بيسمح بمرور التعام الى المريه اما في الجهاز الانفوسي يسمح بمرور الهواء لقصبة الهوائية نيجي بعد كده للقصبة الهوائية عند قمة القصبة الهوائية بيوجد الحنجرة والحنجرة هي عضو الصوت او صندوق الصوت في الانسان لو جاء لك ليه هي صندوق الصوت او عضو الصوت في الانسان هتقوله لان يوجد بها الاحبال الصوتية عندنا لسان المزمار وديت فتحة او حاجة بتبقى موجودة في بداية الحنجرة دي تلسد فتحة القصبة الهوائية اثناء البلع حتى لا يدخل اليها الطعام والشراب ده مهم جدا جدا ما هي اهمية لسان المزمار هتقوله اللي يسد فتحة الحنجرة او القصبة الهوائية اثناء البلع حتى لا يدخل الطعام الى القصبة الهوائية او مجرى الهواء عند نهاية القصبة الهوائية تتفرق لشعبتان هوائتان وظيفة القصبة الهوائية طبعا القصبة الهوائية فيه حاجتين بيجوا فعلل مهمين جدا اول حاجة علل له قصبة الهوائية مزودة بحركات غضروفية هتقوله اللي تجعلها مفتوحة دائما او مفتوحة باستمرار قصبة الهوائية مزودة بحركات غضروفية لحاجات دي ليه اللي تجعلها مفتوحة باستمرار تاني حاجة ليه بقى موجود فيها اهداب هتقوله لترد اي اجسام غريبة حد بقى شاطر يعرف يقول لي ما هي في قيدة لسان المزمار هنقول ايه برافو سد فتحة القصب الهوائية أثناء البلع حد يعرف يقول لي ما أول عضو للجهاز التنفسي يدخل فيه الهواء هتقول له إيه برافو الأنف طيب علي اللي ما يأتي التنفس الصحيح يجب أن يكون من الأنف وليس من الفم هتقول له لوجود ثلاث حاجات شعر ومخاط وشعيرات دموية بارك الله فيكم يا رب نيجي بعد كده لربح حاجة اللي هي الرئتان وقلنا هنقول الرئتان بقى هي توجد في التجويف الصدري وتحيط بها من الأمام الدلوع توجد الرئتان في القفص الصدري لماذا؟ لحمايتهما وبتدخل الشعبتان الهوائتان إلى الرئتان اللي هنشايفينه من دولة شعبتان هوائتان بتدخل إلى الرئتان وبتنتهي بكصيبات هوائية وحويصرات هوائية والحويصرات الهوائية اللي احنا شايفينها دي اللي بيتم فيها تبادل الغازات ما الجزء الذي يوجد في الجهاز التنفسي ويتم فيه تبادل الغازات هتقول له الشعيرات الدموية وظيفة الرئتان تبادل الغازات وهي عملية تحدث في الحويصات الهوائية زي ما قلتلكم بيدخل الدم أو الأكسوجين من هواء الشهيك ويترد ساني أكسود الكربون في هواء الزفير يعني ساني أكسود الكربون يوجد في هواء الزفير أما الأكسوجين يوجد في هواء الشهيك عندنا كمان الحجاب الحاجز ده مهم جدا وهو عضو يفصل بين التجويف الصدري والتجويف البطني ويساعد في عملية التنفس تعالوا بقى زي الشتار كده نحل مع بعض الأسئلة البلعوم تجويف مشترك يؤدي إلى إيه وإيه هو طبعا إحنا عارفنا يا حبيبي أنه هو عضو مشترك ما بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي بس هو بيؤدي إلى إيه وإيه برافو يؤدي إلى مجرى التنفس مجرى التنفس ويؤدي إلى إيه يؤدي إلى القناة الهضمية أو مجرى القناة الهضمية القناة الهضمية وهو عضو مشترك ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي السؤال اللي بعد كده يفضل التنفس عن طريق إيه حبيبي وليس عن طريق ايه؟ ايوا عن طريق الانف الانف وليس عن طريق هه نركز الفم ليه بقى حد شاطر عارف ليه بيفضل التنفس عن طريق الانف وليس عن طريق الفم برافو ايوا لوجود تلات حاجات حد فاكرهم ايه تلات حاجات؟ شعيرات شعيرات دموية وجود شعر وجود ايه كمان ايوا المادة المخاطية المادة المخاطية أو بنقول الطبقة المخاطية ثلاث حاجات دول علل يوجد بالقصبة الهوائية حلقات غضروفية هتقول له لتجعلها مفتوحة دائما علل يوجد في القصبة الهوائية أهداب لطرد أي أجسام غريب حاجة كمان بنعرفها في آلية التنفس اللي هي عملية شاهيك وعملية زفير وإن عملية شاهيك هي دخول الهواء إلى رئتين محملا بغاز الأكسوجين أما عملية الزفير هي خروج الهواء محملا بحاجتين اتنين ساني أكسود الكربون وبخار الماء برك الله فيكم يا رب لازم نعرف كمان الفرق ما بين عملية الشاهيك وعملية الزفير في عملية الشاهيك بتنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتحرك إلى أسفل الزفير عكسها بتنبسط يعني دية الشاهيك بتنقبض والزفير بتنبسط طبعا في عملية الشاهيك بيتسع الكفص الصدري أو التجويف الصدري في عملية الزفير بيضيق تجويف الصدري في عملية الشاهيك يدخل هواء الهواء إلى رئتين محملا بالأكسوجين أما في عملية الزفير بيطرد أو بيخرج الهواء محملا بسن أكسود الكربون وبخار الماء دي مهمة جدا أنه تيجي في الامتحان برضو اللي هي قارن بين عملية الشاهق وعملية الزفير بنقول هنا تنقبض عدد الحاجب الحاجز هنا بيتنبسط هنا قد يتسع قفص الصدري هنا بيضيق قفص صدري هنا بيدخل الهواء محمل بالأكسوجين هنا بيخرج الهواء محملا بسن أكسود الكربون وبخار الماء نعرف كمان تبادل الغازات هي عملية تتم بين الهواء الموجود في الحويسات الهوائية والدم المر في الشعيرات الدموية المحيطة بها حيث يأخذ الدم الأكسجين ويتروك ساني أكسيد الكربون ونعرف الرسمة الجميلة دي هو بيقولي الأنف البلعوم الحنجرة قصمة الهوائية الشعبتان الهوائية وقصم بالbeans الهوائية الحويسات الهوائية الدم في الشعارات الدموية بيخرج تاني محمل بساني أكسيد الكربون وبخار المأ آخر حاجة في الدرس نعرفها حبيبي لكيفية المحافظة على صحة الجهاز التنفسي أولا طبعا عدم التواجد في الأماكن المزحمة حتى لو يصب جهازك تنفسي بأحد الأمراض عدم التعرض للجو الشديد أو لبرودة الجو حتى لو تصب نظلات البارد طبعا مهمة جدا عدم التدخين أو التواجد مع المدخنين عشان ما يبقاش عندك تدخين سلبي لأن التدخين يؤدي إلى الإصابة ولا عزو بالله بمرض السرطان مما يسبب الوفاة آخر حاجة الإكثار من تناول فيتامين جيم دي مهمة جدا فيتامين جيم الذي يحتوي على البرتقال والجوافة أو مثل البرتقال والجوافة والوقاية من نزلات البارد كده خلصنا الدرس تعالوا بقى مع بعض نحل بعض التدريبات ويرب تتفاعلوا معي بارك الله فيكم يا رب يلا بينا يلا بينا حبيبي نركز مع بعض تعتبر الرئة من مكونات الجهاز ايه على طول نجاوب الجهازها التنفسي تحدث عملية تبادل الغازات فين؟ تبادل الغازات في البلعوم والأنف والحواسات الهوائية؟ أيها شطار جاوبوا معي على طول حويسرات الهوائية العضو المشترك ما بين الجهاز التنفسي وجهاز الهضمي اللي هو إيه؟ البلعوم خدناها دي يؤدي إلى مجرى التنفس أو مجرى الهضم يقوم إيه بسد فتحة الحنجرة أو قصب الهوائية أثناء البالع؟ ها؟ اللسان والحواسات الهوائية ولسان المزمار؟ طبعاً لسان المزمار اللي هو بيسد فتحة الحنجرة وده مهم جداً حتى لا يدخل الطعام إلى مجرى التنفس يفصل إيه تجويف الصدر عن تجويف البطني؟ نحل مع بعض ونركز إيه اللي بيفصل ما بينهم؟ الحجاب الحاجز وقلنا الحجاب الحاجز بالعكس يعني في عملية الشهيج بينقبض إنما في عملية الزفير بإيه؟ بينبسط إيه الغاز اللي بيعكر ماء الجير ديت؟ يحنا يمكن ما قلناهاش اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون الأسماك برضو دي ما قلناهاش بس أكيد أنتم عارفين حاجة زي كده الأسماك بتتنفس بوسط حاجة اسمها الخياشيم تقوم إيه بتدفئة الهواء؟ احنا قلنا في حاجتين المخاط أو المادة المخاطية والشعارات الدموية إيه اللي بيقوم بتدفئة الرئتين؟ هل المخاط ولا شعارات الدموية؟ شعارات الدم بيبقى سخنة فيها بالده اللي بيتدفي الهواء بيبقى الشعارات الدموية يحتوي هواء الزفير على غاز؟ نجاوب على طول ثاني أكسيد الكربون وإيه كمان؟ وبخار الماء بيزاد عدد مرات التنفس أنت بتتنفس أكتر في الوقوف والالجارية ولا النوم؟ أيوة برافو عليكم الجارية شطار دي بعض الأسئلة نحل مع بعض الأسئلة تانية هنا ده حبيبي مصطلع علمي بيقول عملية يقوم بها الإنسان للحصول على الطاقة طبعا عملية إيه؟ التنفس عملية التنفس طيب سؤال كمان قناة تنفسية مزودة بحركات غضروفية التي تجعلها مفتوحة باستمرار طبعا القصبة الإيه؟ القصبة الهوائية وفيها كمان أهداب لترضى إيه أجسام غريبة عملية دخول الهواء إلى الرئتين محملا بالأكسوجين عملية الشهيك ولا الزفير أكسوجين يبقى الشهيك طب خروج الهواء محملا بالسلم أكسوجين الكربون وخار الماء طبعا عملية الزفير تجويف مشترك يؤدي إلى المريء والقصبة الهوائية لسه إيلانها دلوقتي اللي هي ها أيوة البلعوم العضو اللي بيغلق فتحة الحنجرة لسان الإيه؟ لسان إيه؟ المزمار أيوة لسان المزمار مرافو عندنا إيه الغاز اللي بيعكر ماء الجير؟ هل هو الأكسوجين ولا ساني أكسيد الكربون حبيبي؟ ها ساني أكسيد الكربون أيوة شاطر يا يوسف ساني أكسيد الكربون الجزء اللي في الجهاز التنفسي بتتم بداخله تبادل الغازات طبعا معروفة اللي هي الحويصلات الهوائية الفيتامين اللي أنا دي سأقل لكم أكد عليها دلوقتي الفيتامين اللي بيعمل على وقاية الجسم من الأمراض فيتامين إيه؟ جيم غشاء بيفصل من التجويف الصدر والتجويف البطني اللي هو إيه يا حبيبي؟ اللي هو الحجاب الإيه؟ الحجاب الحاجز ويساعد في عملية التنفس طبعا أسئلة كتير جدا جدا لحد هنا نوصل لنهاية الدرس بتاعنا مع وعدة بلقاء آخر مع فيديوهات جديدة كان معكم الأستاذ متحة نصير من قناة متحة نصير التعليمية طبتم في رعاية الله وحفظه وأمنه وبركة الله فيكم شكرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر